النهاردة فيه شيء مهم لازم نقوله الخير طبعا احنا لازم بنقدم الشكر هنا احنا بنطلع من مدينة الانتاج الاعلامي من القايرة والناس وكل القناة الموجودة فلا بد ان نواجه الشكر والتحية للأستاذ أسامي هيكل الكاتب الصحف الكبير ووزير الاعلام السابق ورئيس مدينة الانتاج الاعلامي الذي انتهت وليته الأستاذ أسامي هيكل كان وقد المدينة مديونة بأكتر من 150 مليون مشي وهي كسبانة أكتر من 170 مليون جهد كبير جدا بنحييه وبنشكره جدا على المدة التي قضاها في مدينة الانتاج الاعلامي في نفس الوقت بنتقدم بالتهنئة للزميل الكاتب الصحف الكبير والباحث الاقتصادي الهام الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق عضو الهيئة الوطنية للإعلام اللي تم تعيينه رئيسا لمدينة الانتاج الاعلامي بعد موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي في اجتماعه عقب النعقاد الجمعية العامة الـ 26 بناء على توصية الهيئة الوطنية للإعلام بتعيين الأستاذ عبد الفتاح رئيسا لمجلس الإدارة ميزة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي أنه عقل اقتصادي مهم له علاقة عمل مستشارا في وزارة الاستثمار وفي وزارات عدة وفي وزارة التخطيط عقلية اقتصادية بارعة فنتوقع منه مزيد من الأرباح ومزيد من الإضافات إلى مدينة الانتاج الاعلامي التي ننتمي أو نخرج منها